السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل حديثنا على اتجاه البيتكوين كذلك سنتحدث على العملات البديلة التي يؤثر فيها البيتكوين بشكل كبير ينخفض بخمسة بالمئة عشر بالمئة نرى سلبية كبيرة في العملات البديلة تنخفض أكثر منه بكثير تنخفض بأشرين خمسة وعشرين إلى حدود الخمسين بالمئة وهذا ما تعودنا عليه دائما أي حركة من البيتكوين تعطي سواء إذا كانت الحركة إيجابية من البيتكوين تعطي حركة إيجابية أكثر للعملات البديلة والعكس صحيح وسنواصل الحديث بخصوص مشروع العملة التي يتحدث عليها الكثير ودائما تريدون مني أن أتحدث على بعض التحديثات الخاصة بهذا المشروع سنحاول أن نقارن هذه الحلقة مع الأتريوم كذلك في أحد الحلقات تقريبا منذ ثلاث أيام تحدثنا على أفالانش تحدثنا على السولانا والبولكا دوت سنحاول مرة أخرى أن نتحدث على بعض المعلومات المهمة بخصوص ثلاث المشاريع الموجودة أمامنا ولكن الأفالانش سنتحدث لما تفوقت الأفالانش مؤخرا على كل من سولانا والبولكا دوت وما هو السبب الذي جعل أفالانش في هذا الضرف الوجيس تأخذ ثقة كبيرة من أكبر العملات التي تشغل الديفاي الآن كل العملات الرقمية التي لديها بلوكتين خاص بها تريد أن تجلب سيولة كبيرة وتحويلات على شبكتها وصلنا في كل ديفاية العملات لأكثر من 161 مليار دولار كل البلوكتينة الموجودة أمامنا البلوكتين الخاص بالأتريوم هي أول عملة حاليا من ناحية الليكويديتي سولانا بوليغون فونطوم تيرا وانضافة عملة الأفالانش التي قامت بعمل شراكات قوية مع الكيرف الأف أحد أكبر البنوكة اللامركزية الموجودة حاليا كذلك هناك الباينان سمارتشان ولكن قبل أن ندخل في صلب هذه المعلومات ولماذا فضلنا الأفالانش على كل هذه العملات وقارنناها بشكل كبير بالأتريوم نبدأ ونأخذ أولا شرط البيتكوين ونتحدث على اتجاهه لو نأخذ الفريم اليومي هذا الشرط كنا قد وضعناه منذ فترة طويلة البيتكوين نرى أين يتحرك في هذا الشرط عند نزول سعر البيتكوين من أسعار 64 ألف دولار أخذ مصار تنزلي إلى أقل سعر تقريبا 28 ألف دولار هنا عندما أراد الصعود لو نرى هنا لدينا مقاومة ما بين الـ 38 والـ 40 ألف دولار هي مقاومة لسعر البيتكوين دائما كان يصير إليها ثم يظهر السلبية وهذه المقاومة هي مقاومة قديمة هنا كان اختبرها البيتكوين منذ أكثر من 7 شهور أو 8 شهور بقى يحترم لنا مقاومة الـ 38 ألف دولار يصل إليها ثم يظهر السلبية قبل أن يقوم باختراقها وكل مقاومة تم اختراقها عندما يعود السعر للاختبار تصبح تلك المقاومة دعم وهذا ما حصل انخفض البيتكوين اليوم تقريبا لمناطق 39 ألف دولار وعند نزوله إلى هذه المقاومة القديمة التي أصبح الدعم كان الاختبار ناجح لو نرى الفريم الخاص بالساعة انخفض تقريبا إلى 39 ألف و600 دولار مرة الأولى انخفض ثم أظهر الإيجابية تقريبا لـ 40 ألف دولار وعاد للصعود لمناطق 43 ألف و500 مرة أخرى اليوم انخفض لمناطق 39 ألف الكل كان ينتظر نزول إلى حدود 38 ألف بخصوص الدعم والمقاومات ليس هناك دعم تابت مثلا دعم البيتكوين هو 38 ألف فقط لا الدعم ممكن أن يكون ما بين 2000 دولار مثلا 38 ألف دولار 40 ألف دولار هذه كلها مناطق دعم وممكن أن ينخفض حتى إلى حدود مثلا 37 ألف 36 ألف دولار في شمعة واحدة ويكون إقفال تلك الشمعة فوق الدعم لذلك من الأفضل لا تضع الستوبلوز إلا عند تأكيد الاختراق أو تأكيد الكسر هنا بعد نزوله إلى 39 ألف دولار سعد إلى حدود 44 ألف دولار وبدأنا نرى انتعاش في العملات البديلة فالضغوطات التي نعيشها مؤخرا هي ضغوطات يريدونك أن تبيع بالخسارة الكثير من باع بالخسارة لم يتحمل هذا الضغط وهذه الخسائر فطريقة كما قلنا مسبقا طريقة التي سيستخدمها الحيتان عندما سينزلون السوق سينزلونه بطريقة لن تحس ولن تجعلك تجمد رصيدك ماذا يحصل؟ مثلا أقولها سواء أكررها ممكن بعض الإخوة الجدد يشاهدون هذا الفيديو لأول مرة مثلا تكون لديك 40 ألف دولار مثلا اليوم عندي 40 ألف دولار والسوق في مصار تنازلي نزول تدريجي وأصعب نزول هو النزول التدريجي الذي لا تحس به مثلا اليوم معي 40 ألف دولار غدا انخفض السوق مثلا غدا أصبح بشكل تدريجي أصبح رصيدي 39 أو 38 ألف دولار هنا لن أبيع بالخسارة لماذا؟ لأن 40 ألف دولار ذهبت منها فقط 2000 دولار ولم أحس بتلك الخسارة ماذا فعلت؟ عودت على رؤية 38 ألف دولار الغدا تنخفض مثلا بألف دولار تصبح 37 ألف دولار رأيت البريحة 38 اليوم رأيت 37 ألف ليس بذلك الشكل الكبير أما عندما يكون الانخفاض مثلا شورت اليوم رصيدي مثلا 40 ألف دولار غدا أصبح رصيدي 30 ألف دولار ستظهر لي 10 ألف دولار خسائر سأخاف وسأقول ممكن في اليوم الثاني سيصبح رصيدي 10 ألف أو 5 ألف دولار سأبيع بالخسارة أما في النزول التدريجي يبقى رصيدك ينقص بدون أن تحس وتتعود على ذلك الرصيد مثلا 37 ألف يصعد رصيدي إلى 38 ينخفض إلى 35 ألف يصعد إلى 36 وهكذا وهكذا حتى يعني يحسوا أنهم يعني مؤشر الطمع يقين يقومون بعمل شورت الشورت دائماً مثل هذه الشورتات كما يحدث تاريخياً يكون في المراحل الأخيرة ما قلنا لكم وما نقول دائماً هو الاشتغال بدون تسرع وحاول أن تترك رصيديو SDT أقول لك ما أفعله أنا يمكنك أن تفعل مثلي أو لا تفعل يبقى لديك الخيار كله أنت من تتحمل مسؤوليتك الكاملة في خسارتك كما تتحملها في ربحك تتحملها في خسارتك نحن فقط نحاول أن نتقاسم معكم التجارب التي نعيشها ونحاول ما أمكن أن نذهب بكم إلى الطريقة الصحيح لكي لا تتعرضوا لعملية النصب الحمد لله لم يسبق لنا أن شرحنا ولم نشرح أي عملة كام كما كان نوع ذلك المشروع وحتى الأموال التي ممكن أن يدفعوها لكي نتحدث على ذلك المشروع وهذا ما تعودنا عليه بخصوص من يسألني مواقع التعديل مواقع الاستثمارية أريد الدخول في أريد كذا كل هذه الأمور هي نصب والاحتيال لا أنصحك بها بخصوص حالة السوق حالة جيدة إظهر لنا إيجابية في هذا الدعم وهذا ما نريد فكما نقول نحن تقريبا في الواحد وأربعين بالمئة ما بين واحد وأربعين بالمئة وستة وتلاتين بالمئة لم يتبقى لنا الكثير يعني كلما نرى السوق يرتفع والعملة ترتفع وتصعد في الدعف ثلاثة أربعة خمسة نحاول أن نأخذ أرباحنا ونقلل من المجازفة هذه المرحلة ليست للمجازفة وتدخل بكل رصيدك هذا سأقوله دائما فلو كنا في البيتكون مثلا سعره عشر آلاف أو خمسة عشر ألف دولار سأقول لك جازف لا مشكلة ولكن نحن تقريبا في قمة البول ماركت المهم حالة السوق حالة جيدة بدأت تظهر الإيجابية في العملثة البديلة وهذا ما نريد أهم شيء هو المحافظة على أعصابك أثناء نزول السوق لكي لا نطيل في هذه الحلقة نتحدث على عملثة الأفالانش ولما الآن الكثير يتحدث على هذا المشروع القليل من كان يشيد ويتحدث بخصوص المشاريع الجديدة دائما نكون الصباقين بخصوص أي مشروع قوي بخصوص الأفالانش الأفالانش هناك الآن أتريوم لماذا الآن كل يفضل الأتريوم رغم كل الاقتطاعات هناك حتى مشاريع تشغل سايدشين للأتريوم لتخفيف الضغط على الشبكة هناك شيء مثلا المطورين والأشخاص والحيطان الذين استخدموا الأتريوم هناك تعود على استخدام شيء مثلا أنت إذا كنت من مستخدمي الأندرويد من الصعب أن تذهب إلى نظام آخر وتشغل فيه على الرغم مثلا من وجود بعض المشاكل البسيطة تجد راحتك مثلا في الأندرويد سنحاول أن نشرح لكم بشكل مبسط كما قلنا تعودت على الأندرويد من السابق أن تستخدم نظام آخر الأنظمة الأخرى هي مثلا سولانا الوان فونطوم أنظمة مختلفة 100% مع الأتريوم يعني مطوري الأتريوم والأشخاص الذين استخدموا الأتريوم يجدون بعض الصعوبات لانتقال لنظام آخر مثل السولانا من العملات المركزية عملات السولانا وحتى المطورين والمستثمرين يحبون اللا مركزية في السولانا لا توجد اللا مركزية 100% هناك جانب كبير من المركزية على عكس عملات الأتريوم هنا أتى مشروع الأفالانش الأفالانش مثل مثلا أنت تستخدم أندرويد أتى أندرويد مشابه للأندرويد الذي تستخدمه أنت وبه كل الميزات التي تستخدمها أنت في الأندرويد الفرق بين الأندرويد الذي أنت تستخدمه به المشاكل والأفالانش هو أن الأفالانش سريعة في تحميل التطبيقات سريعة في الإجابة إذا دخلت إلى أي تطبيق هناك سرعة سرعة استخدام ونفس الأشياء الموجودة في الأندرويد الأول موجودة في الأفالانش يعني نفس الأشياء الموجودة في الأتريوم نفس الكود تقريبا هو كود الأفالانش ممكن أن نقول الأفالانش هو الأتريوم حتى لغة الأتريوم هي موجودة في الأفالانش وطوروا فيها اسموها يعني عندما تستخدم الأفالانش وكأنك تستخدم نظام الأتريوم بدون أن تحول أو تعمل ثواب أو أي شيء وكأنك تستخدم الأتريوم بسرعة بأمان يعني بميزات كبيرة كبيرة فالأفالانش من أول العملات التي سأشتريها عندما ستنخفض للتصحيح وستدخل في مصار تنازلي هذا أمر عادي موجة السوق هكذا من العملات المهتم بها بشكل كبير وكنت من مستثمري هذا المشروع وأعطتني أرباح والحمد لله بيتها منذ فترة طويلة بأسعار محترمة بيتها تقريبا في 55 دولار أعطتني أرباح جيدة جيدة جدا الآن مهتم بشكل كبير بهذا المشروع مستقبل العملات الرقمية مشروع الأفالانش سينافس بشكل كبير الأتريون هي لا مركزية المشروع لا مركزي وهذا الجيد فيه أصلنا من العملات القوية والجيدة قوية قوية مشروع قوي ولكن ما يعيب عليها هو المركزية مركزيتها هو الذي لم تترك مثلا للمطورين كشور الذهاب لهذا البلوكتشين لسبب مركزيتها هناك من يحب المركزية ولا يحب اللا مركزية لذلك لا يجب على العملات أن تكون كلها لا مركزية أو تكون كلها مركزية نضع لك اللا مركزية والمركزية عندما تأتي الشركات والصناديق والكل مثلا مؤسسات التي تريد عمل شركات هي تختار هل تريد مركزية ولا مركزية هل تريد مركزية مئة بالمئة هل تريد لا مركزية سنرى في هذا المجال كل الأشياء لكي يوفروا لكل الشركات ويجذبوا كل المستشمرين فمستقبل الأفالانش هذا المشروع أتى لكي يغطي حاجيات الأنترنت الأفالانش أتى لتكون وسيلة دفع للأنترنت مشروع الأفالانش مشروع قوي من أقوى المشاريع الموجودة حاليا أفالانش لديها مستقبل كبير من العملات المهتم بها بشكل كبير لن ننهي حديثنا على الأفالانش الآن هناك الكثير الكثير من الأشياء ستحدث والشركات والتحديثات وما وصلوا إليه من تحويلات وسرعة وأمان سنتحدث عليه بخصوص لو ندخل للديفاي هذا الموقع يعطيك إحصائيات الديفاي وصلنا لأكثر من واحد وستين مليار دولار هذه كلها عملات لديها بلوكتين خاص بها وهناك عملات تشتغل في شبكة مثلا أتريوم سولانا بوليغون فونتوم وتم إضافة الأفالانش وهناك عملات أخرى كأوكي أكس تشين عملات عديدة 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 ولكن يبقى من الأفضل؟ من لديها تقة؟ من لديها تقة الآن؟ وبها سيولة كبيرة هي الأتريوم والأتريوم ستبقى دائما في المراكز الأولى فقط نريد أن نتحدث على كل الأشياء مستقبل كبير للأفالانش بحثت عليها كثيرا 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 هذا المشروع نمبر وان بالنسبة لي مشروع الأفالانش ننتظر بخصوص من يزأل على الأربيتروم بالحدود هذه الساعة لم يتم طرح التوكن أيضا من العملات التي أنتظرها بفارغ السبر مشروع الأربيتروم الذي سيقوم بإعطاء حلول كثير للأتريوم بخصوص من يزأل متى سيتم طرح الأتريوم إثنان؟ الأتريوم إثنان نزل هناك وقت طويل طويل وهذا ما صرح به مطور الأتريوم أن هناك أشياء عديدة يجب تغييرها في الشبكة هناك ملايين البيانات على شبكة الأتريوم هناك أموال كبيرة موجودة على الشبكة فمن الصعب أن نحول من نظام إلى نظام بهذه السرعة أن يتحول الأتريوم من البروف أوف وورك إلى البروف أوف ستيك بشكل كامل فالأمر يأخذ وقت طويل الآن تأتي العملات التي تشغل تعطي بعض الحلول للأتريوم المهم سننهي الحلقة هنا سنحاول أن نتحدث على أشياء أخرى قادمة بخصوص سنعطيكم إن شاء الله سنحاول أن نوفر لكم دورة على القناة سنتحدث على الأشياء الأولية هناك من المتابعين جدد اشرح لنا كل الكلمات التي نسمعها منك نريد أن نرى بعض الأمور التي تتعلق بالشارت سنحاول أن نتحدث على كل هذه الأمور لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعليقكم دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر